بسم الله الرحمن الرحيم ان شاء الله جماعة هنكمل كلامنا اللي بدأناه الفيديو اللي فات عن تسليح العنصر الانشائية داخل المبنى كنا تكلمنا المرة اللي فاتت عن تسليح الكاميرا الخرصانية باستجدام تولز برنامج ريبيت نفسه النهاردة ان شاء الله المرة الفيديو دي ان شاء الله هنتكلم عن تسليح العنصر التاني اللي هو العمدة الانشائية طبعا انا لما جيت سلحت الكاميرات خدت اقطاع يعني دخلت على السقف الانشائي اللي عندي خط قطاع في السقف ورح تمسلح قمر وهكذا ممكن نعمل في جميع القمر انا بشو انس عشان اسلح العمدان لازم اخد قطاع طب القطاع ده اللي هو يعتبر فانا ممكن ان انا اجي اول ان انا اروح للوجهة وليكن ماشي وابدأ ان انا اخد قطاع في العمدان يعني في النص ما بين الفونديشن والجراوند يبقى انا اروح عادي على على البانل بتاع الديتوم وااخد بالنسبة لي على متر ونص على اعتبار تفاية دور ثلاثة متر واجي هنا كده واسمي الليفل ده بالنسبة لي اوكي تمام وابدأ ان انا اخش على اا اا ده نزلي هنا اهو سي انا عايز سلح العمود ده ااجي اشعر على العمود نفس الكلام يا جماعة هنقول ريبر كوري دي بتاعت البرنامج انا عايز دلوقتي برا لتورك بلان عشان احط الكنال نفس الكلام يا شباب انه قبل كده وبالنسبة لي اتحكم بشكل قفلة وخلاص اتقرت على ده اوكي انا عايز ان الكفر كله هنا اتنين ونص سنتر اتنين ونص سنتر الكفر بتاع العمدان طب اعمل ليه بشو انس اجي هنا شاور كده تمام اقول له والله ان الكفر بتاعي انا اقول له ان اعايز الكفر اللي عندي او فيه في كفر هنا اللي هو اتنين ونص سنتر لو بسميه بوينت زيرو تلاتة او ممكن اقول له هسمي ده كولم تقافر بكام يا عم بيزيرو بوينت زيرو اتنين ونص سنتر اوكي اقول له الله ده انا عايز بقى هل انا عايز من فيس وفيس لا انا عايز كله. طب الكافر كام بتاعك كله من ايه? كافر. تمام? هو زبط لي الكافر بتاعي. على هزا الاساس. طيب. اه بالنسبة للكانة بالمرة بنبدأ ان احنا نقول له زرهاري في دي عشان نشوفها. يعني الحاجة تاني حاجة بالنسبة لل نفس الكلام. عايزينا زيرو بوينت اه اتنين. واحد اقول لي يا بشوانس احنا ما ينفعش ان احنا نركز الكنتزا تلعبط في التلت الاول والاكير والوسط. اي اللي موجودة بالنسبة لك في برنامج في برنامج انت اقدرش تركز الكنت. تحكم في المسابة بين الكنة والكنة. زي ما تشايف تحط عدد كان واحدة بس. يما تحط عرقام سابتة. يما اه يما بتحط اعداد بمسافات ايه معينة تحددة. انما يكون ان انا اتحكم في ان انا اركز في التلت الاول زي ما كود يقول ده ما نقدرش نعمله الا بالان شاء الله بحلقة قادمة هنتكلم فيه بازن الله. اه سريعا. ايه بقى انا اتحكمت? عن طريق ازا كده اقل انت الكمية هتبقى ستاشر كان عندك. لو سريعا بصين عليها في سريد فيو. هنجد فعلا ان احنا عملنا الكنات بالمنظر ده. نرجع تاني ليه. عايزين نعمل هنا. وعايزين بقى نحط حديد تسليح رأسي. بس هيكون وانيجي هنا. نحطه بالشكل ده. ولكن. اه السيج ده سوري. استيج ده بالنسبة لي. اولا يكون ستة فاي ستاشر يا جماعة مسلا. اه في العمور. ستاشر تيزة ما اتفعنا قبل كده. وطبعا هنحرك وكده. نفس الكلام اللي عملنا يا جماعة في الكاميرا تقريبا هو. هو هو. وسريعا نعمل له. او لسا نعمل له احنا نختاره من في في نستعرض في سري دي عشان نلجاي كله اللي هتعمل له نسخ. اللي هتعمل له نسخ بنفس الخصائص زي ما احنا عارفين. والابنين ونشاور بكنترول على السيك التاني. هنعمل ميرور برضو. من هنا ونستغل ده ناخد كوبي. من هنا نوديه في الميت بوينت. بالشكل ايه. تعريبا احنا كده خلصنا تسليح العمود نستعرض كده يا جماعة. انا اجي زي ما حضراتكم شايفين. تسليح العمود بالنسبة لنا. لو انت بشوانت عايز تكسف الكانات شوية ممكن نخليها بوينت خمستاشر. اللي هي مية وخمسين آآ ميلي اللي هي خمسشار سنتي. وبين الكانة والكانة. والتسليح زي ما حضراتكم شايفين تسليح الكاميرا. كانات الكاميرا بتوقف عندي عمود كانات العمود هي اللي بتخص برنامج فاهم حجا زي كده. بكده نكون انتهينا من آآآآآ تسليح العنصر אينشائي اللي هو العمود باستيجدام التولز بتاعة برنامج. السلام عليكم ورحمة الله يوارك .